أكد سفير مصر لدى كينيا السفير وائل مصردين على أهمية قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي وأضاف سفير مصر لدى كينيا أن القمة تضم عددا محدودا من الدول من بينها مصر التي تتولى رئاسة اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي مباد القمم تتصف بأنها محدودة المشاركة بمعنى أن هي بيدعى إليها عدد محدود جدا لهم أعضاء هيئة مكتب القمة ببو خمس دول الرئيس وأربع نواب أو ثلاث نواب ليون مقرر وكمان رؤساء التجمعات الإقليمية والأليات الأفريقية وإحنا كمصر بنشارك فيها بصفة مصر حاليا هي رئيس النيباد فالتنسيق دوت في النهاية ما بيطلعش بإقارات اللي تطلع عليه بتبقى قارات عشان تتعرض على القمة الموسعة بحيث أن كل أفريقيا تبقى مشاركة في اتخاذ القرارات وإن هي إلا باستثناء بعض القضايا اللي هي بيتم إيكلها من قبل القمة الموسعة اللي هي بتنعقد في كل سنة تقريباً يا يناير يا فبراير على حسب موعد اللي نعقد في قضايا كثير مطروحة على القمة